للوهلة الأولى تظن أن كل ما تشاهده هنا في جوانب هذا المكان وكأنهم أشخاص عادين هذا هو معرض الواقعية المفرطة في العاصمة بروكسل والذي سيستمر في استقبال الجمهور حتى شهر نوفمبر القادم التعبيرات التي نستطيع معينتها على هيئة الأشخاص أي المنحوثات تبدو وكأنها حقيقية وطبيعية حتى التفاصيل في الوجه والشعر والخطوط الدقيقة الموجودة على البشرة إنه شيء يبعث على قدر كبير من الإداع والجمال أنا قمت بالدوران حول الكثير منهم من هذه الأجساد وقمت بالتدقيق في شكل الشعر واليد والبشرة إنه عمل فني يقف خلفه فنان كبير بكل تأكيد لا شك في ذلك يقدم المعرض أزيد من أربعين منحوثة فنية صممها كبار الفنانين العالميين منها ما يعرض لأول مرة في بلجكا فيما أثبت المعرض نجاحا كبيرا للمرة الثانية محققا إقبالا ملحوظا لدى الزوار والمهتمين كل شيء هنا يبدو وكأنه حقيقي ولكنه في واقع الأمر فنان جديدا أثار إعجابة ودهشة الكثيرين سامح رمضان أم فانكاتخ بروكسيل